هي قصة الكاز بس اللي الناس يمكن بتتكلم فيها ومعها كل الحق الحقيقة لانه فكرة انه الزمالك هلعب في نفس الدور في الدور قبل النهائي بس هيلعب يوم 16 والاهلي هيلعب مع سموحة يوم 17 والاتنين هيلعبوا بعض اللي هم الاهلي والزمالك في بطولة الدوري يوم 21 ودي يمكن شوية يعني مدايق الناس ومعهم حق بصراحة لانه ما كانش ينفع عبدا انه الفاصل الزمني قبل مباراة القمة قبل مباراة الدوربي الاهلي والزمالك كان يجب انه يتم مراعاة انه يكون فيه يعني مسواه في الوقت يعني الاهلي يلعب الزمالك يلعب 16 ويريح او هيبع عنده مش هيريح يعني بس هيبع عنده فترة الاستعداد لمباراة القمة اطول بكتير من اطول بيوم كامل من النادي الاهلي وبالتالي عنده فرصة انه يستعد بشكل افضل وده طبيعي واليوم يفرق كتير جدا وخصصا انك انت بتلعب مطشين في منطقة الصعوبة تلعب مباراة قبل انهاج كاس ودي مباراة ليها طبيعتها وقد تمتد دلوقت اضافي وبعدها بتلعب مباراة ديربي المنافس اوه صحيح دلوقت يا حسب جد�� للترتيب المنافس الرئيسي ليك فيوتشر فيوتشر اوليو بيحتل الماركس تاني في جدév للترتيب لكن يظل الزمالك منافس رئيسي ليك ومباراة الزمالك حضراتكم عارفين انها المباراة الاكتر شعبية وجمهرية على مستوى مصر فكان مفترض انه يتم لعب المباراةين اما الاتنين يوم 16 او الاتنين يوم 17 كان الرد طبعا الفكرة دي على الكلام ده انه الاتنين هيلعبوا او المباراةين دول هيتلعبوا على استاد القاهر طب ليه للأهلي مش الاول يعني سؤال الناس بتسأله بصراحة طب ليه الاهلي مش 16 والزمالك مش 17 هل ما كانش فيه الحاجات الصغيرة دي الناس بتاخد بالها منها جدا وبتحسب حساباتها وبتشك فيها وبتروح او جزء كبير منهم بيروح لنظريات المؤامرة بشكل عنيف اعتقد انه يجب علينا ان احنا نراعي او القائمين على التنظيم المسابقات يعني لجنة المسابقات انها تراعي الحاجات دي وتاخدها في الاعتبار خصوصا انها جاية قبل المباراة في منتغة الحساسية بالنسبة للقطبين بالنسبة للأهلي وبالنسبة للزمالك